حذر وزير الخارجية سامح شكري من مخاطر تنفيذ أي هجوم واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية وخلال اللقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على همش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل جدد الشكري رفض مصر القاطع لأيتي إجراءات تفدي إلى تهجيل الفلسطينيين خارج القطاع لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي للدول المجاورة كما أكد شكري على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار والبدء في حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية وأعرب شكري عن رفض مصر لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر